مسلسل سهداف المحامين بالتهديدات والاعتداءات والقتل في العراق مستمر في ظل تفشي السلاح المنفلت والميليشيات نهيك عن الثار العشاري الذي عادة ما يشمل المحامين رغم ممارستهم لدورهم القانوني وسط أهمال حكومي في توفير الحماية لهم نقابة المحامين العراقين أكدت أن مئة حالة اعتداء وقعت تجاه محامين منذ بداية العام الحالي مع مقتل عشرة محامين في مناطق متفرقة بعد تهديدات لإرغامهم على ترك قضايا معينة فيما لم تسعف مطالباتهم الكثيرة بتوفير الحماية لهم كما عزت النقابة ارتفاع عدد حالات الاعتداء على المحامين إلى تغول سطوة الميليشيات والعصابات وغياب القانون بالدرجة الأساس مراصد حقوقية من جهتها بيانة أن السلاح المنفلت في البلاد يحقق نوايا القتل تجاه أي شخص سواء كان محاميا أو موظفا أو مواطنا عاديا وأن الحل لا يكمن في حماية المحامي لوحده بل إلى انهاء حالة الإفلات من العقاب وغياب المسألة كما انتقدت المراصد غياب الدور الحكومي في حماية المحامين مضيفة أن إجراء الحكومة بمنح المحامي سلاحا مرخصا من الدولة للدفاع عن نفسه لا يكفي بل قد يزيد من ظاهرة الإنفلات الأمنية مشيرة إلى أن المحامي في العراق هو أكثر شخص مهدد أمنيا مستشهدة بحوادث اغتيال المحامين في بغداد وبابل وديالا وكانت منظمة هيوم الرئيس ووش قد وثقت في سنوات السابقة عمليات انتهاكات واعتداءات تعرض لها الكثير من المحامين في العراق بغية إجبارهم على تسليم وثائق معينة وترك القضايا التي يرافعون عنها وحملت المنظمة الدولية الحكومة في العراق مسؤولية حمايتهم من اعتداءات ترتفع وطيرتها يوما بعد آخر في ظل فشل أمني في بلد لم تسلم فيه أي شريحة من التهديد والترهيب